صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله السلام عليكم أيتها الرائهات معكم أميمة على قناة وصفتنا السمال للوصفات الطبيعية سعدت باللقائكم عزيزاتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية وصفتنا لهذا اليوم فهي وصفة فعالة جدا لتطويل الشعر وكذلك منع تساقطه من أول استعمال كما أن هذه الوصفة مجربة ومفيدة لإنبات فراغات الشعر وكذلك منع تساقطه ستحتاجنا كمكون أول في هذه الوصفة الرائعة جدا لإطالة الشعر في أسبوع فقط إلى الساروج وهو يكون على هذا الشكل ذات حبيبات صغيرة وهو مفيد جدا لتطويل الشعر بسرعة وذلك لأنه يعمل على تحفيز بصيلات الشعر على النمو بشكل طبيعي هذه الوصفة فعالة جدا على وجه الخصوص لنساء لواتي لديهن شعر قصير لأن هذه الوصفة ستساعدك على إطالة الشعر بسرعة وفي مدة قصيرة جدا فالسانوج مفيد جدا لتكثيف الشعر وذلك لأنه يعمل على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه بالإضافة إلى أنه فعال جدا لتخلص من قشرة الشعر التي تحول دون نمو الشعر بشكل طبيعي ستحتاجنا كمقطار من مسحوق السانوج في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من السانوج أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاجنا إلى زيت جوزة الهند فهذا الزيت فهو رائع جدا للشعر فهو يعالج معظم مشاكل الشعر سواء تعلق الأمر بتقصف الشعر وتساقطه وأيضا يعمل على تحفيز بصيلات الشعر على النمو فهو مفيد جدا على وجه الخصوص للواتي يعانين من مشكل الفراغات في الشعر وخصوصا فراغات الأمام فهو مفيد جدا وفعال لأنه يعمل على التخلص نهائيا من البصيلات المتضررة ويعمل على تحفيز بصيلات الشعر وترطيبها وتنعيمها كذلك فهو مفيد جدا وفعال إذا كنت تعانين من الشعر المتجعيد والخشين ستحتاجين كمقدار من زيت جوزة الهند في هذه الوصفة لإطالة الشعر ومنع تساقطه بالإضافة إلى تحفيز بصيلات الشعر على النمو أي إنبات فراغات الشعر وترطيب الشعر المتجعيد والخشين ستحتاجين إلى روح كوب من زيت الزيتون بعد التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بإطالة الشعر ومنع تساقطه وأيضا تعمل على إنبات فراغات الشعر نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا السمان فالمرجوم ينكي للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو مع وضع تعليق جميل أكون شاكرا لك أختي الكريمة كثيرا أما فيما يخص طريقة تحضير هذه الوصفة وطريقة الاستعمال فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو تحضير مسحوق السانوج ثم تقومين بتسخين زيت جوز الهند جيدا في إناء مناسب وتضعين له ملعقة من السانوج المطحون أو يمكنك استخدامه على هذا الشكل غير بدون طحن فلا بأس في ذلك ولكن للاستفادة منه بشكل كامل من الأحسن ومن المستحب أن تقوم بطحنه جيدا بعد ذلك تقومين بإزالة الإناء من على النار وتقومين بالاحتفاظ بهذه الوصفة في برطمان زجاجي محكم الإغلاق لمدة ثلاث أيام بعد مرور هذه المدة تقومين باستخدام هذه الوصفة ووضعها على فروة الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف بعد ذلك تقومين بتكرار هذه الوصفة بشكل يومي لمدة عشرون يوم فهي رائعة جدا للتخلص من معظم مشاكل الشعر سواء تعلق الأمر بتساقط الشعر وكذلك تقسفه وتكسره وأيضا الشعر الخشن والمتجاعد وإنبات فراغات الشعر فهذه الوصفة فهي رائعة جدا لعلاج معظم مشاكل الشعر فكل ما عليك هو المدومة والانتظام في استخدامها إلى أن تحصل على النتائج المرجوة كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم شكرا عزيزتي على المتابعة وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله السلام عليكم أيتها الرائحات معكم أميمة على قناة وصفتنا السمال للوصفات الطبيعية سعدت باللقائكم عزيزتي واتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية وصفتنا لهذا اليوم فهي وصفة فعالة جدا لتطويل الشعر وكذلك منع تساقطه من أول استعمال كما أن هذه الوصفة مجربة ومفيدة لإنبات فراغات الشعر وكذلك منع تساقطه ستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة الرائعة جدا لإطالة الشعر في أسبوع فقط إلى الساروج وهو يكون على هذا الشكل ذات حبيبات صغيرة وهو مفيد جدا لتطويل الشعر بسرعة وذلك لأنه يعمل على تحفيز بصيلات الشعر على النمو بشكل طبيعي هذه الوصفة فعالة جدا على وجه الخصوص لنساء لواتي لديهن شعر قصير لأن هذه الوصفة ستساعدك على إطالة الشعر بسرعة وفي مدة قصيرة جدا فالسانوج مفيد جدا لتكثيف الشعر وذلك لأنه يعمل على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه بالإضافة إلى أنه فعال جدا لتخلص من قشرة الشعر التي تحول دون نمو الشعر بشكل طبيعي ستحتاجين كمقطار من مسحوق السانوج في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من السانوج أما المكون الثاني في هذه الوصفة ستحتاجنا إلى زيت جوزة الهند فهذا الزيت فهو رائع جدا للشعر فهو يعالج معظم مشاكل الشعر سواء تعلق الأمر بتقصف الشعر وتساقطه وأيضا يعمل على تحفيز بصيلات الشعر على النمو فهو مفيد جدا على وجه الخصوص للواتي يعانينا من مشكل الفراغات في الشعر وخصوصا فراغات الأمام فهو مفيد جدا وفعال لأنه يعمل على التخلص نهائيا من البصيلات المتضررة ويعمل على تحفيز بصيلات الشعر وترطيبها وتنعيمها كذلك فهو مفيد جدا وفعال إذا كنت تعانينا من الشعر المتجعد والخشين ستحتاجنا كمقدار من زيت جوزة الهند في هذه الوصفة لإطالة الشعر ومنع تساقطه بالإضافة إلى تحفيز بصيلات الشعر على النمو أي إنبات فراغات الشعر وترطيب الشعر المتجعد والخشين ستحتاجنا إلى ربع كوب من زيت الزيتون بعد التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بإطالة الشعر ومنع تساقطه وأيضا تعمل على إنبات فراغات الشعر نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة نسمان فالمرجوم ينكي للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو مع وضع تعليق جميل أكون شاكرا لك أختي الكريمة كثيرا أما فيما يخص طريقة تحضير هذه الوصفة وطريقة الاستعمال فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو تحضير مسحوق السانوج ثم تقومنا بتسخين زيت جوز الهند جيدا في إناء مناسب وتضعين له ملعقة من السانوج المطحون أو يمكنك استخدامه على هذا الشكل بدون طحن فلا بأس في ذلك ولكن للاستفادة منه بشكل كامل من الأحسن ومن المستحب أن تقوم بطحنه جيدا بعد ذلك تقومين بإزالة الإناء من على النار وتقومين بالاحتفاظ بهذه الوصفة في برطمان زجاجي محكم الإغلاق لمدة ثلاث أيام بعد مرور هذه المدة تقومين باستخدام هذه الوصفة ووضعها على فروة الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف بعد ذلك تقومين بتكرار هذه الوصفة بشكل يومي لمدة عشرون يوم فهي رائعة جدا للتخلص من معظم مشاكل الشعر سواء تعلق الأمر بتساقط الشعر وكذلك تقسفه وتكسره وأيضا الشعر الخشن والمتجاعد وإنبات فراغات الشعر فهذه الوصفة فهي رائعة جدا لعلاج معظم مشاكل الشعر فكل ما عليك هو المداومة والانتظام في استخدامها إلى أن تحصل على النتائج المرشوة كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم شكرا عزيزتي على المتابعة وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله